باتت معلولة هذه المدينة التي تقع شمالي غرب دمشق ويقطنها سوريون مسيحيون محط الأنظار بعدما سيطر عليها إسلاميون من بينهم عناصر تتبع جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة تصاعد نفوذ جماعات القاعدة في البلاد هاجس للمعارضين قبل المؤيدين رئيس أركان الجيش السوري الحر اللواء سليم إدريس خرج عن صمته مطلقا موقفا تصعيديا في تصريح أدل به لصحفة التايمز البريطانية قال إدريس إن الجيش الحر مستعد لقتال القاعدة إلى جانب القوات الحكومية بمجرد أن تتم إزاحة الرئيس السوري اعتبر إدريس أن القاعدة فريق ثالث في الصراع السوري الدائر مع ذلك الحرب بين تنظيمات القاعدة والجيش الحر قائمة فعلا قائمة منذ أشهر تجاهدون لماذا أنتم تجدون من أجل حياني ومن أجل عفس والاقتلاف الوثني تجاهدون من أجل الديمقراطية والعلمانية لا تريدون شريعة الرحمن وتقاتلون من يريد شريعة الرحمن مصدر عسكري في الجيش الحر طلب عدم الكشف عن اسمه قال لبي بي سي أن تنظيم الدولة الإسلامية عمى ملايحة اغتيالات تضم أسماء قادة في الجيش الحر وفي شهر تموز الماضي اغتالت عناصر تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية القيادية في الجيش الحر كمال حمامي المعروفة بأبي بصير في ريف اللاذقية وفي وقت سابق من الشهر الماضي اعتقل التنظيم في دير الزور قائد أحد ألويات المعارضة واسمه صدام الجمل المشروع بشكل عام الجيش الحر كل مخابرات العالم مشتركة فيها المخابرات الأردنية المخابرات السعودية المخابرات الإماراتية المخابرات القطرية تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام الذي يطلق عليه نشطاء تسمية الداعش موجود دون قوة في مناطق الشمال السوري لكن في درعة ومناطق الجنوب ربما يكون الأمر مختلفة نحن بالنسبة أننا بالجنوب دولة العراق والشاعة ليس لها أي غدود ونحن كديش فر نحن إياهم على خلاف نحن ما طلعنا نساوي ثورة في سوريا حتى إلا نساوي سوريا الديمقراطية سوريا الحرية لتتساوي الجميع جبهة النصرة وجدت فيها عدد قليل ومع لها أي أعمال خاطئة على أرض عمال بعد أكثر من سنتين من الصراع المسلح أي حل سلمي للأزمة السورية كما يأمل رعاة مؤتمر جونيف 2 قد لا يسلك طريقه بسهولة على الأرض التي أصبحت مستقرا لجماعات تقول إن مؤتمر جونيف لا يعنيها ولا تعنيها عملية انتقال سلمي ولا سلطة لأي تشكيل سياسي معارض عليها والحجار بي بي سي دعال الله الجميع ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة